أسماء الإشارة للمكان هي ألفاظ تفيد الإشارة والظرفية تفيد الإشارة وتفيد الظرفية فهي أسماء إشارة وهي ظروف في محل نصب على الظرفية ولهذا دخلت في عداد ظروف المكان فهي أسماء إشارة وظرف مكان معا والأصل فيهما للقريب هنا وللبعيد ثم الأصل في أسماء الإشارة qureyبا وبعيدا قريبا هنا وثم للبعيد أسماء الإشارة للمكان القريب هنا وهي الأصل للإشارة إذا كنت تشير إلى مكان قريب تقول هنا يكون الاجتماع هنا أبهى هنا القاهرة للمكان القريب وقد تستخدم أيضا للقريب بزيادة هاء التنبيه في أولها فتقول ها هنا الضيوف أيضا ها هنا اسم إشارة للمكان القريب ومنها قول الله تعالى على لسان بني إسرائيل عندما قالوا لموسى عليه السلام فاذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون إنا ها هنا فموضع الشاهد هنا كلمتها هنا والقاعدة تقول هو اسم إشارة للمكان القريب سواء كان هنا أو ها هنا يبقى عندنا اسم الإشارة للمكان القريب هنا أو ها هنا والأصل فيها هنا أما أسماء الإشارة للمكان البعيد الأصل فيها ثم بمعنى هناك ثم ومنها قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين انتبه ثم وليست ثم بفتح الثاء وليست بضمها فموضع الشاهد هنا هو كلمة ثم والقاعدة هو اسم إشارة للمكان البعيد وهو الأصل في أسماء الإشارة للمكان البعيد هو ثم وأيضا وردت هناك وها هناك وها هناك وهنى 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 ولكن أكثر استخداما هي ثم وهناك وها هناك وهنى أما هنى وهنى 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 ففي اللغة المعاصرة تكاد لا تستخدم ترجمة نانسي قنقر